وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك خططا مدروسة للتعامل مع هذه التحديات وأضاف مدبولي أيضا أن أكبر تحدي يواجه الحكومة حاليا هو توفير موارد من العملة الصعبة عايز أقول هنا لما عملنا هذه الوثيقة كان هناك توافق تقريبا يعني نقدر نقول 65-70% على مسودة الوثيقة قبل ما نطرحها للحوار المجتمعي مع القطاع الخاص النهاردة مع الحوار المجتمعي إحنا تجاول نسبة التوافق الـ 85% يعني فيه تقريبا أخذنا الغالبية العظمة من تساؤلات والاستفسارات وتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة وأدرجناها معانا في الوثيقة في سورتها النهائية الدولة النهاردة يمكن حضراتكم أكيد بتتبعوا الحمد لله أداء البورصة المصرية بيشهد يعني شكل إيجابي عن الفترة السابقة وده في إطار الحقيقة القرارات اللي خدناها كقرارات تنظيمية وقرارات طلعت بيها هيئة الرقابة المالية مع البورصة والنهاردة الحقيقة فيه يعني تنصيب كامل ما بين الجهتين على أساس أن احنا يعني يعني يحصل تعافي وتنشيط لهذا السوق باعتباره أنه هو سوق مهم جدا والحمد لله النهاردة هو فعلا بنتحرك فيه بصورة جيدة جدا الدولة المصرية أعلنت عن خطة للاستفادة من أصولها الموجودة وشغلين عليها بالفعل منذ هذا التاريخ سواء من خلال أنها هتبقى فيه خلال طروحات هتطرح على خلال الربع الأول من العام القادم إن شاء الله أو يعني مجموعة من المشروعات اللي بندخل فيها الشراكة مع المستثمرين استراتيجيين والقطاع الخاص ويمكن الكلام ده بيحصل على مدار الساعة وعلى مدار اليوم علشان فعلا نرفع من كفاءة الاستفادة من أصولنا ونوفر عملة أجنبية لهذا الموضوع عشان نحن نقدر أن نحن نتحرك في هذا الشكل